محطة جمالية بتشوفواتي بيعاً كل نهار أربع بمثل هالوقت مع دكتر عفاف ماكرون صيدلة واختصاصية بشرة دايماً عفاف بتكون معنا لتخبرنا عن المزيد والمزيد من التقلق من خلال البشرة بوصفات وبكرامات وبطريقة علاج أهلاك سهلاحيكي عفاف ياهلاحيكي صحر شكراً لوزودك معنا مرسي لأليك اليوم شو منقول لأبننا أو بنتنا المراهقين والمراهقات عن حب الشباب قديها الموضوع متشحب وقدي كبير وقدي كتار للأسف من المراهقين والمراهقات بعينه من حب الشباب كيف بتحبي تبلشي الموضوع مثل ما قلت صحر يعني التين اجر أول شي هي فترة طويلة يعني عنا كذا سنة مرحلة بالدوم يعني بعمر الولاد وكمان كتير بتأثر على السلف امج يعني بهيدا العمر إن كان الشاب أو إن كان الصبية أول عمرهم عم بيكونوا فكرة هني عن حالهم بصيروا بقرنوا حالهم عرفقاتهم بصير عندهم هالوعي ع حالهم إنه إذا هني زابطين أو في شي مش زابط وأوقات بيحسوا لشي اللي ما بيبقى زابط يعني بيفكروها شوي هي أكتر ما هي فعلا يعني بهيدا العمر يلي هو كتير حساس وكتير دقيق أنا اليوم حبيت أحكي عن يعني لكل سيدي أو حتى يمكن يعني بيات وإمات وقتل هني بدون يتوجهوا بالحديث وبالنصايح لأبنون أو بنتون شو بيقولولون وبأي طريقة رح بلش أول شي بكاول مثل العادي عنا أول أول سلايد بليز نحنا دايما بدنا نبني الكونفيدنس وبدنا نبني السئة لحتى هالأكنيها يتمرق من دوما تعمل ضرر نفسي عند الولد دونات مجر يورورت باي دي كواليتي اوف يور سكن يعني نحنا بدنا نعرف إنه قيمة الولد منهية بنوعية البشرة يعني دايما فيه شوائب دايما ممكن يكون فيه حبوب ولكن بنهاية المطاف مش هي يلي بتحدد قيمة الولد يلي هو لازم هو يحب حاله ويكون عنده سئة بحاله لو فيه أكني هيدا هي الرسالة الكبيرة يلي نحنا لازم نفهمون إياها قبل ما نتابع نحنا معودة دايما أصدقائنا المشاهدين ومنطرح عليهم السؤال ومناخد اتصاليتكن أول شي لنتواصل نحنا وياكم ونسمع أصواتكم الحلوية وتاني شي لأنه دايما دكتر عفاف بتكون محضرت لكم كادو كادو اليوم غير شكل كمان فشو السؤال يلي رح تطرحي عفاف سؤال للمشاهدين إن شاء الله ما يليقوا صعب بس هو أنا حبيت توصل رسالة من وراها السؤال هل لازم نحنا ننطر لتصير الأكني قوية وظاهرة لحتى نبلش نعمل كار للأكني أو يفضل نبتدي عبكير وقت اللي بتكون بعدها أنجأ من بالشي يعني هوني هو السؤال هلو مننتظر أو ضغرة وقت اللي منلاحظ إنه في بداية أكني ضغرة لازم نتدخل حلو كتير السؤال شو بيربحوا معنا؟ بيربحوا شي هو مثل السحر يعني صراحة هو برودوية بينحط على الحبة من عشية بيقوموا تاني نهار بالقوة راحت مي؟ لا قلتلك مثل السحر تفي اشترك أنا واربح تكره بندو ما تشترك يا صحر ولو أكيد لكن بدنا نقلل لكل أصدقائنا على المشاهدين السؤال هو مع بداية الأكني هل لازم نبلش نعالج مباشرة أو بس يظهروا مضبوط لازم نبلش نعالجون وأكيد هذا هو الرقم يلي بناخد كل أتصالتكن عليه والرابح بيحصل على كدو سحري مثل ما قالت لنا عفاف بتحطوا دواء من عشية تاني يوم بتقوموا بتلاقيوا راحت راحت يعني حتى في ناس في حدا هو كمان هيك شاب صغير هو ابن صديقتي يعني وكان عنده انترفيو قام الصبح لقى في حبة دعتي الهامي يعني لأنه عنده انترفيو بعطتلي قالتلي مثل السحر قتلي بربع ساعة يعني ماشي ضغرة راحت عم قلك شي كتير مثل السحر السيدة اللي بتربح أو يعني مما كان منقى المتصلين بيحكونا على 8-1-1-5-1-0-0-2 وهيدا بيكون عن جد كدو بيضل هيك SOS يعني كل ما لقوا في حبة لأنه هي المشكلة مش بالحبة هي المشكلة إذا طولت على الوجه وعملية تسكار يعني هاي هي مشكلة الأكنة نحنا هلأ رح نحكي شوي عنا فهيدا حال فعلا رائع متابع بالمعلومات يس وبزيط الوقت بس يجي اتصال من ياخده شو بدك تخبريني هلأ عن الأكنة منبلش بالسلايدات هيدا السلايد هي العنوان يعني نحنا وقت اللي بدنا نقعد مع هالتين ايجر سواء كان شاب أو بنت شو بدنا نقله أول شغلة نحنا لازم نفسرها هي بالنسبة لريت الأكنة ما تتخيل صحر أدي شائعة الأكنة نحنا عنا تقريبا 85% من المراهقين يعني العدد إذا ناخد نحنا عدد تين ايجرز عنا 85% منهم إلا ما يكون عندهم some form of acne يعني يمكن يكون point war point blank تكون شي بسيط ممكن تكون أكتر هي درجات وعننا كمان سلايد نحنا هلأ رح يبين فيها يعني أنواع الأكنة لأنه هي مثل ما قلنا درجات يعني وبتطور بتبلش خفيفة بعدين بتصير أسوأ فإذا نحنا عنا عن جد فعلا يعني تقريبا الكل إلا ما يعينوا من نوع من الأكنة لو كانت خفيفة نحنا عنا اتصال رح ناخده مجرع من تابع حديثنا لورا كيفك يا لورا حمد الله كاتخير الله تفضلي شكرا يا لورا على اتصالك وأهلا وسهلا فيك إذن لكل الأصدقائي اللي هلأ نضموا لرفقتنا السؤال هو من بلش نعالج بس تظهر الأكنة دغري ولا بس يكون صار لوقت لازم نعالج شكرا لأتصالك لورا وبعضنا متابعين بتلاقي اتصالتكم منتبع بالمعلومات عفا فإذا أول شي بدنا نريح الولاد نقل له أنه مش بس أنت في كتير هذا أول شغلة تاني شغلة بدنا نقل له إياها أنه هي يعني هون أنا حطيت بس إذا فينا نشوف في صورة شاب ونحنا منكون عم نفسر له أنه يعني هي شي طبيعي ما يحس حاله أنه هو عنده شي مثل أنه مرض أو شي يعني معيب لا هي شي طبيعي بهيدا العمر وكمان بدنا نطمنه أنه يعني هالأكنية اللي أنت عندك إياها هلأية ما رح ترفقك على العمر إلا ما تروح أكيد نحن بنعمل له وأهم شي كمان يعرف أنه ما بتأثر على جمالك وبعد أكتر كمان ما بتأثر على شخصيتك وعلى قيمتك فإذا هولي إشة كتير أساسية كرميل ما يصير فيه فعلا حالات من الانطواء أو أنا اليوم وجه فايع طلع لي حبوب ما بروح بظهر مع رفقاتي أو ما إلي عين روح على المدرسة أو هيك لأنه في منهم عن جد بتتأثر نفسيتهم خاصة بحالات الأكنيل بتكون كتير قوية وزاهرة وحبوب حمرة ومعاملة فإذا هون نحن بدنا نطمنه ونريحه لحتى تظل الحياة تماشية بشكل طبيعي لو كان في عنا أكني مية بالمية كمان عنا اتصال ألو 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 بونجور ألو فيرا نقطع الخط شكله مع فيرا بس بكن تحكونا حكونا من أبراي التليفون وخفوا التيفي على الآخر لنقدر نسمعكم هذه الشغلة كتير مهمة لأنه بس لطم طمني لشابه الصبية أنه رح يجي يوم ويروحوا مش هتعلق الفكرة كتير كتير بدماغهم ويعيشوا فيها ويتعذبهم لأنه بصيروا قاعدين كل الوقت يحكوك أنه هني مشوهين هني وجهون كتير بشع هني كذا فهيضي الطريقة بتريحهم أكيد صحر والسترس يلي بتعمله الأكني يعني هي المشكلة أنه بتصير حلقة مفرغة يعني الاسترس والعوامل النفسية الأرمونات هالإشها هي كله مرتبط ببعضه يعني بيصير هو بيعمل استرس من وراء الأكني والسترس بيزيد الأكني يعني صارت الإشها عن جد عم بتصير بتخرج عن السيطرة فإزا بدنا نتقبلها ونعرف أنه فيه مستحضرات فيه إشها أساسية هلأ نحن رح نذكرون شغلي وراء شغلي كرميل هالتين ايجر جيرل أو بوي هني يتصرفوا بطريقة لحتى يحدوا من الأكني ولتقطع هالفترة بأقل ضرر ممكن رح نيخد هناء موجور هناء كيفك؟ الحمد لله كيفكن أنت؟ الحمد لله عائلتك بليز عجور عجور إيه هناء اتفضل يعني شوقتوني لأنه أنا ابني كمان هلأ عمره 13 ونص وعم يطلع له بوجه أكني هيك حتى يحط له نقطة ويروحوا وما يلعب فيهم لأنه بيلعب فيهم هيدا مشكلة كبيرة شو الجواب على سؤالنا؟ أنا أقول بالبداية لأنه حتى ما يكتروا وهيك دغري بيروحوا ما بيطولوا يعني وما بيعلموا أوكي شكرا لأتصالك يا هناء مارسي كتير باي باي لكن عم نشوف السيدات عم بيقولوا لازم دغري مبلشنا ليش هلأ بدنا نشوف بنهاية الحلقة إذا هيدا هو الصح أكيدو هيدا العمر يعني قال ابن عمره 13 يعني هيدا عز الأكني يعني بيكون فيه بوسة وبيكونوا الأرمونات هي السبب الرئيسي هو الشانجمات أرموناية اللي بيصير وبيصير فيه إفرازات دهنية زيادة مع مسام مفتحة بوانوار بوانبلان بعبوا بيلتهبوا هيك بتصير الأكني هلأ التوصيات الأساسية شو لازم يكون فيه رولز يعني هولي قواعد بدون يريفقوا كل هيدا الفترة يلي فيها أكني يعني بكل المراهقة أول شي عنا بالنسبة لتنظيف الوج washing is very important أول شغلة بنصح كل أم أو حتى بي يعني عم بيشتروا product لا بو تبعيد ولادون ما تروحوا على الأشياء اللي هي كتير يعني هارش دايما نروحوا على السوبيا اللي هو gentle لو البشرة دهنية نحنا ما بدنا كتير النشفة لأنه بتصير irritate يعني البشرة كمان بتضدال مرتاحة بتضدال مرتبة فروحوا على cleanser يكون gentle لطيف ما يكون كتير بنشف البوء وهو بيعرف يعني أوقات بس يضحك إذا حس وجه شد معناتها هالمستحضر يلي عم يستعملوا عم بنشف لوجه بيروح على شي تاني هو ألطف تاني شغلة عنا إياها غسيل الوجه هو مرتين بنهار مش أكتر من هيك صبح ومساء أو في حال كان فيه تمارين رياضية وعرقنا لأنه بيطلع التوكسنز على سطح البشرة كرميل ما ترجع تشربون البشرة كرميل هيك ساعتها منغسل مرة زيادة عن الصبح والمساء عشيزي عنا اتصال من فيرا فيرا بانجور فيرا بدي جاو بليز على السؤال بس عيلتك بليز فيرا برقاشة برقاشة أوكي فيرا تفضلي نحنا أكيد لازم نتدخل يعني أول ما يبلش الأكناه بالوجه طبعنا لأنه بالنهاية ما فينا نتركه ولازم أكيد نحن حكيم وهذا الحكيم هو يقولنا شو نعمل نحن نتصرف نحنا مدرسنا أو أنه حتى نحن نلعب أيها فيرا برافو شكرا لأتصالك أهلا وسهلا فيك فيرا عم تقول كمان أنه مش هيك نحن لأ نستشير اختصاصي بالموضوع لنعرف شو بدنا نعمل من بداية ظهور الأكنة أكيد دايما المستحضرات الصحيحة بتساعد أوقات خيار خاطئ ممكن يخلي الشي اللي هو بيكون يمكن حالة بسيطة ممكن تصير أسوأ أو يصير علاجة أكبر وبدو يمكن مستحضرات أكتر حتى أوقات يمكن نوصل للأذوية يعني فيه تريتمنت بيتاخد فدايما نحن نحن نجرب مثل ما قالت فيرا نجرب نلحق حالنا ويكون فيه فعلا كير مدروس وكير اختصاصي لحتى تكون هالطريقة هايدي صحيحة الكرميل نلاقي النتيجة اللي نحن بدنا إياها هلأ منتابع بالتصيات أنا بس هوني شغلة بالنسبة للغسيل لا بعدنا بالسلايد القبل بالنسبة للواشنغ وأنا قلت هوني فيه شغلة بلاحظة عند التين ايجرز بيفكروا أنه نحن كلما غسلنا نضفنا وجنا أحسن معناتها هيدا شي منيح نحن عم ننظف عم نشيل كلها هيدا شي خاطئ لأنه كتر الفرق أو يعني نحن وقت اللي منفرق وجنا بشكل زيادة عن العادي منكون عم نشط السيبيشوس جلامز يلي هني هالغدد يلي بيطلعوا الأويل يلي بيكون على سطح البشرة فهيدا الشي بخلي يصير في عنه ردة فعل عكسية يعني دايماً نحن بدنا ننسى إنه نحن بشرة مدهنة أو بتلمع أو هيك بدنا نغسل بطريقة عادية من دون كتر فرق ومن دون سكرابينج كمان السكراب للوجه ما بيسوا نستعملوا عند يلي عندهم أكنيه لأنه إذا في شي ملتهب نحن عم ننقل من مطرح لمطرح بيهال فرق الميكانيكال يلي عم نعمله فإذاً أي حدا عنده أكنيه كانت خفيفة أو كانت قوية السكرابينج منه لإلكون هيدا الشي نحن ما بنعمله أبداً هلأ فيه هوني التوصيات اللي هي كتير أساسية دايماً لازم يعرف التينيجر أنه ما لازم يلعب بوجه أو يدقر الحبوب يعني ولا منفئيه ولا منحكيه يعني ما فينا نحن نتصرف بهيدي الطريقة ونكون نحن عم نزيد الميكروبيت على هالحب اللي هي أردي موجودة تاني شغلة بدنا نجرب كمان بالنسبة للشعر الشعر كتير أوقات هو بيحمل جرسيم وكمان بيلزق عليه السابوم يعني نحن وقت الشعر بيكون على الوجه هيدا الشي كمان بيزيد ريسك اللي حبوب بالجبين فبالتالي غسيل الشعر هو كمان كتير أساسي بشكل يومي ويفضل دايماً يكون مربوط أو بعيد عن الوجه يعني منعمل غرة هالقد ونازلة وهيدي كلها بتلقت أويل وبتلقت ميكروبيت وبتصير بتنقلهم من حبة لحبة كرمال هيك أوقات منلاقي الأكنية خفيفة على الوجه بس بالجبين بتكون كتير قوية وبيكون الشعر نازل على الجبين أو عاملين شي ستايل معين فإزا دايماً ضبوا شعر كون بيكون أحسن عنا اتصال كمان جديد ألو 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 بمجور مجور مين معنا؟ معيك أرسل أفغالي أهلا وسهلا فيك من وين عم تحكينا؟ من بدادون بدادون يا هلا تفضلي أنا بقول لأكيد لازم نستشير أخصائي من عائلة جزاكني أول ما يطلع أول ما يطلع أوكي شكراً لأتصالي أهلا وسهلا فيك إزا كلهم يعني هايدي الفكرة عم بيأكدوا علي أنه لازم نستشير اختصاصي ونبدأ دغريب المعيلة صحيح هي دايماً الكير عبكير يعني بيقولوا درهم ويكاية خير ممكن تطار علاج بقى هايدي هي النظرية بتنطبق على الأكني بيبقى عنا نحنا بعد توصية واحدة بس سريعة بالنسبة لأن هلأ جايين على الشتي رح يصير فيه لبس البوني والكاب وهيك حتى اللي بيعملوا أنواع من رياضة مثل بيسيكلات أو هيك وقت بيلبسوا كمان الكاسك هول كمان هني مثل الشعر زيت الكنسبت كمان بيعلق عليهم الجرسيم وكمان بيعلق عليهم الأويل فكمان دايماً خلوه ننضاف إذا البوني بيتغسل غسلوا كمان بشكل يومي حتى المخدة يعني في عنا أكيد يعني أنا بس حدا تين ايجر يعني هول التوصيات بياخدوا وقت بس هي وانس انت فورول يعني بيصير بيعرف أنه المنشفة لازم تتغير وجل مخدة لازم يتغير خاصة إذا فيه شي ملتهب هاي هي الفكرة إذن يعني بدأ نشرك على هيدا الحلقة اللي هي بالغة الأهمية لأن أنا بعرف قد فيه صبايا وشبيب حرام عم بيعينه من الموضوع إذن مثل ما قالت لكم عفا في الجواب نحنا عرفناه من خلال الحلقة أكيد لازم دغري نبلش المعالجة ونستشير اختصاصي بالموضوع صبايا بدي منكم بالرجي بريس تسحبو لنا قسم هناء عجور أوكي ألف مبروك لهناء عجور فيك تتوصلي مع دكتور عفاف وتحسلي على هالكدول قيمية اللي الكل بيتمنوا فعلا لأنه مين مننا ما بيخاف يكون عنده حبة أو أكنة أو شي مبيان والحلو بيدوى عفاف أنه بتحطوها بعد قد تروح الحبة يعني بيحطوا من عشية بيقوموا الصبح بالقوة it's gone سحر سحر عن جد سحر شكرا لألك شكرا لألك على وجودك كيف يون يتواصلوا معك عفاف فيون يحكوني على 8-1-1-5-1-0-0-2 أفضل شي واتساب يعني وأنا برجع بجيوبون ممكن كمان على السوشل ميديا لادرماسي باي دكتور عفاف أنا بدأ أشكر وجودك معنا وشكرا للكدول حلوة أكيد أنا أتتواصلي مع دكتور عفاف مباشرة أصدقائنا المشاهدين نحن هلأ مروح لبريك صغير وبترجع زميلتي بلانش بنضم لرفقتكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر